أعطيكم العافية من مبدعين اليوم نريد أن نتحدث عن الجوبرو 11 ليس متخيه القديم ورق الوقت بسرعة بذكر الفيديو اللي عملته عن الجوبرو 9 لما كل سنة ينزلوا كاميرا جديدة بتحديثات رهيبة فاليوم لا أريد أن أقوم بعمل عنها صراحة لكن أريد أن أتحدث عن القائمة الموجودة لأنه هناك الكثير من يعانون أن يشتري كاميرا جوبرو لأعدادات الموجودة والقائمة الموجودة مختلفة لأنهم يجربوا بكاميرا احترافية شكراً لأيكم كامل لأنهم زودوني بهذه الكاميرا دعنا نبدأ هذا الفيديو سأتحدث عن السريع عن الخيارات الموجودة فيها سنبدأ أول شيء عندما تسحب لليمين أو اليسار بتحول بين ثلاث وضعيات اللي هو الفيديو عندما تسحب لليمين سأعطيك الفوتو عندما تسحب لأقصى اليسار سأعطيك التايم لابس نحن نتحدث عن الفيديو أكثر شيء أظن أن الجوبرو سيستخدم الفيديو أكثر شيء فيها حلو نحكي عقامة العددات السريعة عندما تسحب من فوق سأعطيك سبع أعدادات تتحكم فيهم بسرعة تشغلهم وتطفيهم الأول اللي هو مبين عليه زلمي عم بحكي فهو أنت إذا شغلتها بيعطيك أنه الأوامر الصوتية فبحكي لكنه باللغة الإنجليزية بقول له ياس لآخري جوبرو ستارت ركوردنج هيبلش التسجيل الفيديو جوبرو ستوب ركوردنج هيوقف التسجيل الفيديو إذا أنت على الفوتو بتقولها جوبرو تيك فوتو أو بتقولها شوت بيرست اللي هو صور متعددة إذا عد تايملابس بتقولها جوبرو ستارت تايملابس جوبرو اند تايملابس إلى آخره أو ستوب تايملابس بس صراحة ما أتوقع أنه رح تزوط كثير لأن الجو كثير هادي عندي فبتسلك الأمور عندي بالستوديو بس إذا أنت طالع على مكان وفي ضج وفي ناس وفي حكي ما أتوقع يزوط هذا الأمر الصوتي وخصوصا يمكن يسمع كلمة يفكرها بالغلط انه يلا بلش ركورد فالحاله يبلش ركورد وخلص لك الشحن فأتوقع نادرا ما تحتاج تشغل أوامر الصوتي عليها الآن الخيال اللي بعدها والخيال اللي بعده اللي هو المصير كل بساطة له صوت البيبيب يعني بس أكبس عليه مرات انت ما بدك هي تكون موجود بغض النظر عن الظروف المحيطية اللي انت محتاجه فأنا بفضل انه يكون موجود مشان تعرف انه فعلا الكاميرا بلنش تصور او لا الخيار الثالث اللي هو هذا الارنب اللي عم بنوت هاي خاصية موجودة بكاميرات الجو برا وفكرتك اللاتي انه اذا انت طلت الكاميرا عبين ما تبلش تصور فيديو مر اشي سريع جدا مثلا ما بدك تلحق تصوره لازم تشغلها اول بعدين تكبس كبسة الريكورد اللي فوق اللي هي الحمراء هلا هذا الخيار اذا شغال بسمحلك انه الكاميرا طافية اول ما تكبس الكبسة الحمراء الريكورد فورا تشتغل الكاميرا وتبلش تصوير هذا الخيار بسموه كويك كابشور فحسب انت بدك يكون شغال او لا تقدر تشغله او تطفيه انا بفضل اذا الكاميرا بالشنتة ما يكون شغال لانه اي اشي بضغط على الكاميرا على كبسة الريكورد فورا رح يشغلها وخليها تسجل فانت حسب المكان نفس الشي هاي الخيارات كلها لا حسب الظروف المحيطية فيك فالكويك كابشور مش دعم المفضل يكون شغال الا اذا كنت انت حط الكاميرا بشنتة بشنتتها لحالها وخلص فيش اشي قريب على كبسة الريكورد الخيار الرابع لهو بكل بساطة تتش تاع الشاشة انه بطلب منك تعمل سلايت توانلوك انه اسحب هذا السهم مشان تستخدم الشاشة ويشتغل التتش من جديد فهاي كمان نفس الاشي اذا انت ماسكها بايدك كثير الكاميرا ما بدك التتش يخرب على الشاشة او يعطي امر ويخرب بالاعدادات تعمل انه التتش يعمل عليه قفل ما يستخدم فانا حاليا مشان الشرح اليوتيوب رحط فيها خلص مشان اشتغل على التتش بشكل سريع ما بدي اظل ان اعمل سلايتر الخيار الخامس اللي هو عبارة عن الشاشة الامامية انت شو بدك يكون وضحها ففي عندك اربع خيارات انه انه بدك شاه تشتغل خلص تكون طافي الاخر الخيار الثاني الخيار الثاني والخيار الرابع انه هو يعطيك زوم ان اكثر من الوضع الطبيعي يعني هلا انت على الشاشة الخلفية وانه هون بيبين معاك الشاشة كاملة بالعرض لكن على الشاشة الامامية رح يكون عامل زوم اكثر فانت بتكون مركز على المحتوى اللي بالنص اكثر وهي اتوقع على السيلفي يعني مثلا اذا اصور حالي هلا قدامكم واضح يسار ويمين الاطار بالكامل لكن انا قدامي فقط موجود انه تقريبا وجهه ومقصوص اليمين واليسار فهاي اظن تحتاجها اكثر مشان انت تركز على المحتوى تصور حالك وهيضافوها بلش بالجوبرو 9 وتن وهي 11 يعني صراحة اشي مهم جدا يعني انت لما تصور حالك اللي هو بتصفي زي بلوغن انت لما تمسك الكاميرا انه اه هاي انا هلا بالنص الخيار السادس مشان افرجي لازم احمل الكاميرا اللي هو انت لما تلف الكاميرا مثلا بالطول تصير الخيارات بالطول اذا انت بتمسكها بالعرض بتصيل الخيارات بالعرض اذا ما بدك يصير هذا الاشي انه خلص الروتيشن منسمي القفل خلص هيك ما رح تلف الكاميرا فانا لو امسكها بالطول ما رح تلف العدادات الاخرين فكمان نفس الشي حسب الظروف المحطية اللي عندك انت بندك هذا الخيار يشتغل او لا زي ما تمسك التليفون بدك يكون بالعرض او الطول الخيار الاخير المرة حقدر انا استخدمه اللي هو لما انت تفك العدسة الموجودة على الجوبرو 11 تبدلها بعدسة الجوبرو ماكس هاي بتيجي لحالة انت بتشتريها لبعدين هي بتعطيك خيارات ثانية انا مرة حقدر استخدمها هسا لانه العدسة الثانية مش موجودة معي فرح نضل على عدسة الجوبرو 11 الاصلية لحالة الهاي الاعدادات السريعة هي اول ما تسحب الشاشة من فوق الانما تسحب لليمين بيعطيك ثلث خانات زيادة الاولى احنا بهمنا اللي هو بيقولك ايش نوعية الفيديو بدك تصوره بهمك انت الكواليتي اكثر ولا بهمك البطارية اكثر لانه الاثنين ما بيمشوا مع بعض فانت حسب كمان نفس الشي الظروف المحيطية او انت شو بدك تصور اذا ما معك بطاريات مش مجهز حالك خلص انت بتقوله انه انا بدي اطول بعمر البطارية لكن بالمقابل رح يعطيك جودة فيديوهات اقل او العكس اذا انت مجهز حالك معك بطاريات او باوربانك تقدر تشحن الكاميرا الى اخره يس انت بهمك الكواليتي تكون اعلى اشي هلا البرفرانسيز اللي هو الواي فاي تعمل اوتو ابلود جنرال الاخير الالفويس كنترول المودز اذا بدك تركب الاكسسورات على الاليفين انا صراحة ما راح اطرق لها كثير انا بهمني صراحة ادخل على الكنترولز في عندنا وضعيتين الايزي اللي هو الشاشة اول ما تفتح بدك تصور الشاشة الاعدادات الموجودة عليها تكون بسيطة خلص انت تكبس ويبلش ريكورد اوتوماتيك ولا البرو اللي هي الاعدادات الاحترافية زي الايزو الشتر وايت بلانس الاخيري انا صراحة كمصور محترف او اي حدا بده يشتري هاي الكاميرا اتوقع را يستخدم الاعدادات الاحترافية خلينا هلا نحكي عنها بداية نبلش بكمية الزوم اللي بتقدر تعملها الكاميرا في عندك الوايد اللي هو بمثلوها انه 16 الى 34 ميلي متر عادسة وايد لينيار اللي هو العادي هلا فيه اللينيار والهورايزن لوك ايش المقصود فيها انه انت بدك تصور بالكاميرا تمام لكن اذا انت ايدك عم بتهز او نحكي نوع من الستبلايزياشن حتى لو الكاميرا لفت ثلاثمين وستين درجة هيك بالكامل الفيديو راح يظل ثابت ما راح يتحرك من محله فانا هسا بدي اجربها قدامكو علي بداك بس ريكورد والف الكاميرا المفروض انه الفيديو بدون ما عمله ايدت خلص ملفش نهائي فانه هيك بحافظ انه خط الافق يظل مستوي والكاميرا ما تلف فهي صراحة للتصوير الرياضي اكثر اشي او انا استخدمتها اذا انت عم بتصور وايدك عم بتهز كثير زي هيك لكن الفيديو بيظل ثابت فهي نوع من نوع انواع الستبلايزياشن نحكي اللي هو فيش فيه حركة نهائية الغير اللي ينير في عندك الهايبر فيو والسوبر فيو اللي هو انت اذا عندك عادثة جدا جدا واسع فهسا انا عم بصور على الهايبر فيو رح تنتبه انه الصورة مقاعرة نوعا ما لكن تقريبا كل الاستوديو مبين وراي الزاوية واسعة جدا هنا منيكي عن 12 ملي تقريبا فانه اذا كنت على زاوية الكاميرا رح تلاقوا فيه تحدب او تقاعر للوجه صار فحسب انت كمان نفس الاشي شو بدك تصور اذا انت عم بتصور رياضة او اكشن الاخرية وبدك تبين المشهد كامل بفضل تستخدم هاي الزاوية لكن اذا انت ما بدك يكون فيه تحدب لو تقاعر بدك تستخدمها للبلوجينج توثق حالك عم تحكي الاخري بفضل تغير الزاوية الى الينير او الينير مع الهورايزن لوك بس مقارنة سريعة هاذ هو الهايبر فيو هسا على نفس المسافة هسا السوبر فيو هاي عملت زوم اكثر شوي 16 ملي هسا الوايد عملت زوم اكثر من 16 الى 34 ملي وهسا الينير وهو زوم اكثر هلا ما رح تلاحظوا فيه التشوه بصري بالفيديو لخطوط المستقيمة موجودة الصوت يمكن سمعينه من الكاميرا اخر خيار هو الينير و هورايزن لوك انا مرح استخدمه خلص فيه صار المنثال واضح هو تاثثة 160 درجة علي رح تلبست الهودي هاك شوي الجو صار بارد وصلنا اخر شي نشرح عن الوايد واللينير والهايبر فيو والسوبر فيو اللي موجود على الكاميرا نذهب على الخيار اللي جنبه اللي هو بتلاقي كلمة ستاندرد او في كلمات ثانية اللي منها بتحدد اعدادات الفيديو ففيه خيارات جاهزة اصلا انت بتقدر تختار منها او تقدر تعدل عليهم عن طريق كابست الادت اللي موجودة على يمين السيتنغز فبس اكبس عليها رح يدخني على الاعدادات للفيديو هلا انا بقدر اعدل على سيتنغز الستاندرد وبعدين بقدر اضيف سيتنغز باسمي خاصة فيه لحالي بكل احوال خلينا نبلش نشرح عن الريز و الاف بي اس على السريع الريز اللي هو ريزولوشن الاف بي اس فريم سبير سكند اللي هو اذا بدك تبطئ الفيديو فبس اكبس عليها رح يطيني هاي الخيارات اللي قدامك نبلش من تحت مش هنسرع الامور اللي هو اربع عشرين فريم ثلاثين فريم ستين مية وعشرين ميتان واربين هلا مش كل السيتنغز بيشتغلوا مع بعض براحتك لا بدك تنتبه انه المثلا الميتان واربين فريم بيشتغلوا معاك على الفل اتش دي مثلا او على التو بوينت سبين كي على الفور كي رح تضطر تصور مية وعشرين فريم على الفايف بوينت ثري رح يشتغل معاك بس الستين والثلاثين فريم والاربع عشرين فريم فانت هون بدك تتخذ القرار الاولويه عندك للرزولوشن تاع الفيديو انت رح تضطر تعمل زوم بعدين بالفيديو بالمونتاج ولا بهمك تبطيق بالفيديو الفريم ستكون سريع بدك تعمل سلو موشن وصراحة من خبرتي اتوقع اكثر انت رح تحتاجه اللي هو انك تبطي الفريمات قد ما بدك متان واربعين فريم يعني بتقدر تبطي الفيديو ثمن مرات من الوقت الطبيعي اتوقع انه رح تحتاج اكثر اشي مية وعشرين او متان واربعين فريم برسكند اللي هو ابطأ من سرعته العضيه الطبيعيه قدام عينك بثمن مرات هلا عدن الريزولوشن والفريم برسكند في عندك فوق اللي هو الاسبكت راتيو ستعاش بتسعة اربعة ثلاث ثمانية بسبعة كمان نفس الاشي اذا غيرتها يعني اذا بدك تستغل السنسور كامل ما بفتح لك غير فور كي او 5.3 كي لانه السنسور كثير كبير فما بقدر يصور عليه فل اتش دي الا اذا قصيته فاذا بدك تصور فل اتش دي بدك تحط في بالك بدك تستخدم 16.9 الاسبكت ريشو على بشكل عام اتوقع سيتنجز اللي انت رح تحتاجها من هسه بدك تحدد انت بدك تنزل ستوريز وريلز زي انا اليو بدي ان وراء الكوليز دي نزلهم ستوري او ريلز فبدي الفيديو يكون قد ما اقدر اخذه انا بالطول وبعدين بدي ان نزل منه نسخة لليوتيوب فبدي جزء منه بالعرض ومنه بالطول فمشان هيك رح احول على السنسور كامل ثمانية بسبعة اللي هو بعطيني تقريبا مربع بيكون السنسور فور كي ما بفتح اندي اصلا 5.3 على الستين فريم وبختار الستين فريم في حال بدي اعمل سلو موشن بسيط هلا اذا انا لأ بدي اعمل بدك اصور اشي فيه حركة وبدأ ابطئها لبعدين لا وقتها اضطر ان احول على فل اتش دي على ال 17.9 وفتح على ال 240 فريم اذا اضطر اعمل زوم يمكن لبعدين هاي ال 2.7 فريم بس بدك تنتبه الممرئ عندك تكون ممتازة حتى تلحق على هاي الاعدادات فال 2.7K على 240 فريم بكبس على ال Resolution والFPS بإعطينا الاوكيا اللينس اللي هو الوايد اللينيار اللينير والهورايزن لك اللي حاكينا عليها قبل شوي الهايبرسموذ اللي هو مانع الهتزاز الموجود في الكاميرا في عندك اربع خيارات الاول انك تطفي هذا في حال انه الكاميرا ثابتة ما رح تستخدمها ما رح تهتز ودائما الغي مانع الهتزاز اذا الكاميرا ثابتة هلا اذا انت حركتك بسيطة يعني مش مثبت الكاميرا تستخدم الهايبرسموذ الطبيعي اللي هو بمنع الهتزاز بشكل خفيف هلا انا بحكي هايبرسموذ بشكل خفيف مانع الهتزاز بس هو صراحة اشي رهيب جدا يعني من الجوبرو 7 لمنزلة و8 و9 و10 و11 الهايبرسموذ رهيب جدا على كاميرات الجوبرو هلا اذا انت حركتك جدا جدا قوية على دراجة او على بسكليت وعم بتنط وبتنزل الاخره في بوست هايبرسموذ رح يعمل زوم شوي على الفيديو هذا انت بتصويج يعني قدام عينك ببين انه عمل زوم فجأة مشان يمنع الهتزاز بشكل افضل هلا اذا لسه بدك اقصى اشي له اللي هو بالجوبرو 11 هسه فيه شي اسمه اللي هو بعد ما انت تاخذ الفيديو بسوي له سوفتوير او بسوي له بعدين يعني ما بيبين قدام عينك لكن بعد ما انت تعمل خلص انت ريكورد ببلش يعمل سوفتوير ويطبخ على الفيديو اللي هو بكل بساطة اذا بدك تحط انت وقت معين تبلش الكاميرا تصور فيها هاي لتصوير النجومة توقع اكثر اشي انه انت تنام وتترك الكاميرا تشتغل مثلا على ساعة ثنتين ونصف بالليل انت تكون حاسبها انه تبلش تصوير فبتعطي الوقت وبتقول له يصور لمدة مثلا 10 ثواني او 15 ثاني او خمس ساعات او ماكسمام سوري ثلاث ساعات او خمس دقاي فانت بتقرر انا بدأت فيها هاي نادر اما استخدمها صراحة هذا خيار مهم جدا انت تنتبه له الفكرة انه انت عم بتصور سباق سيارات او سباق خيل مثلا بالاردن وانت استنى الخيل يمر من قدامك مش معقول الضل مشغل الكاميرا ريكورد ويمر الخيل لمدة 10 ثواني هذا الممر يتعدي عندك بسرعة يعني مش معقول تصور انت فيديو ساعة حتى بالاخره تأخذ منه 30 ثاني ماذا فكرته انه انت مجه الكاميرا على السباق لما تكبس ريكورد انت بتعطي امر انه يكون مسجل 15 ثانية قبل او 30 ثانية هاي هي الهيند سايت فانت بتشغلها تقدر تقول له انها بدي 15 ثانية قبل التسجيل انت تكون مسجلها جاهزة او 30 ثانية فانت هكا بتضمن لما تكبس ريكورد يكون عندك 30 ثانية جاهزة من قبل طويلة زيادة عن اللزوم تايمر اظن انكوا عارفين شو فكرته تايمر معاك 3 ثانية او 10 ثانية اذا بدك تأخذ صورة جماعية او اذا بدك تأخذ صورة ليلة لحالك بعيد عن الكاميرا الزوم هلا ما رح يكون شغال الزوم لهو رقمي بس انه مشان تتأكد من التفاصيل فس هو هيك بس بس على الشاشة كمنظر يعني اذا لم تمسك تلفونك تعمل زوم البرو تيون اللي هو اسم تطلقه شركة جو برو على اعداداتها الاحترافية جدا اللي هون بدنا ننتبه انه في عنا 10 بيت الجو برو 11 نعم فيها 10 بيت كالرز فانت بتقدر تشغلها ويعطيك 10 بيت فيديو يليو فيه فرق كثير كبير بين 10 بيت والايت بيت اه الايت بيت بيعطيك 16 مليون لكن 10 بيت بيعطيك مليارات الالوان اللي بتسمح لك بعدين اتعدل عليها براحتك فبدك تنتبه تشغل 10 بيت بدك تعمل كالرينج للفيديو على البريمير بعدين بدك تمنتج الفيديو البتريت يعني مش عارف كيف بدك تشرحها بشكل مبسط اللي هو اذا بدك الفيديو تجودته نفس الفيديو تكون عالية ولا عادية متوسطة هاي ما بتبين معا غير لما تيجي تعمل زوم كيف شبهي لكوا ياها عمرك استلمت صورة على الواتساب تلاقيها مع انه حجمها عادي لكن لما تعمل زوم تلاقي انه في مربعات مبكسل الصورة تكون خربان هذا من سميه كومبريشن او كوالي تاعت الفيديو وبالصورة فهون انت بتحكي هي نفسها البتريت بالفيديو فانا بدي البتريت العادي وانا بدي اياه هاي بتريت الهاي بتريت بيعطيك حجم فيديو اعلى بستهلك من البطارية اكثر بدك تنتبه لهذا الاشي لكن بيعطيك كواليتي جدا جدا عالية كجودة احنا بنيحكي مش كحجم ولا فريمات كجودة عالية جدا بالناتج النهائي الشتر بفضل انك تتركوا اوكل انه مرات يستغله لتصوير الفريمات هو لحاله اذا بدك تحط 60 فريم هو لحاله بيعدل على الشتر اذا بدي اعمل كمان بحتاج عدل الشتر براحته فبفضل الشتر ما تلاب فيه الا اذا كنت عم بتصوير في مكان فيه فلكرينج انه الاضاءة عم تعمل فلكر مش عارف شو احكيها بالعربي لهو بيبين عندك بالفيديو ترميش للاضاءات الموجودة بالفيديو وقتها بتعدل الشتر لانه بشكل عام خلص المتداول انه الشتر يكون 1x50 خصوصا عنه بالاردن او 1x60 او بشكل عام القاعدة بتحكي انه يكون ضعف عدد الفريمات فانت اذا بتصور 30 فريم الشتر 1x60 اذا بتصور 60 فريم يكون 1x120 فتركوا اوتو هذا هو الخيار الوحيد اللي ممكن تتركوا اوتو ما عندي مشكلة ما بدي احكي عنه هسا بدي احكي عنه بعدين انه على الشاشة نفسها انت بتقدر تحدد value exposure وترفعه وتنزله براحتك تعمله compensation الويت بالانس بكل احوال ما بفضل انك تتركوا اوتو دائما حدد قبل بوقتها اذا انت بتصور على الشمس برا درجة الشمس اللي هو 5500 كلبن هذا الاشي الطبيعي اذا انت بتصور بالشمس على الاذاء اللي عندي انا تقريبا هذا الويت بالانس تاعه تقريبا 5600 بدي ارفحها شوي لكن بشكل عام اظن انت تتركها عند ال5500 كلبن وممكن تدفي الفيديو او تبرده على المونتاج بعدين لكن انا بفضل انك تعتمد 5500 كلبن كوايت بالانس رئيسي على كامرتك بالنسبة للايزو في الجو برو بتقدر انت تعطي المينمم انه يكون 100 ومثلا الماكسيمم 6400 او تريح راسك وتحطه automatic من 100 ل 6400 لكن بكل احوال انا بفضل انه يعني اوكي 6400 انه بدك اضاءة مليحة لكن الفيديو رح يصير نويزي فالستاندردهم اضاءة مليحة اضاءة مليحة بس ما بفضل استلم ايزو 6400 رح يكون كثير كثير نويزي ومزعج للعين ممكن في حالات خاصة جدا انه انت مضطر على الاضاءة بدك اضاءة كثير بتحطه 6400 الصراحة انتبهت مبالح وانا بصور انه الشاربنس اللي بعملوه جدا جدا وصراحة مزعج للعين فبفضل اني انا اتركه على اللو وبعدين بالمونتاج بضيف شاربنس ونفس الشيء بالنسبة لموضوع الكلر في عندك الفايبرانت اللي هو انت بزيد لك الالوان كمان نفس الشيء انت بتعدل عليه بعدين بالمونتاج اذا بدك زيادة هلا اذا انت محترف color grading وبدك تعطي الوان احترافية جدا تعطيه flat coloring بعطيك الالوان بسموها washed out انه الالوان خفيفة جدا لكن بسمحلك تعدلها بامكانية اكبر بعدين بالمونتاج رو اوديو اللي هو بعطيك ملف اوديو صوت لحاله انت بتقدر تعالجه بعدين ففي الخيار الاول الاول الثاني اللي هو بعطيك ملف الاوديو صوت بدون اي معالجة ميديوم بيكون معالج لك شوية فيه النويز الهاي بيكون اذا فيه ازعاج كثير بالاوديو وهو فيشيله بكل احوال انا بفضل انه تستخدم اللو انه يعطيك ملف اوديو انت بعدين على البريمير كمان او على الادابي اديشن بتعالج الصوت فيه اخر اشيه الويند اذا انت في عندك صوت هوا كثير عم بضرب على المايك على الكاميرا يابتحطها اوتو يابتشغله لكي لا يعدل على الصوت كيفه و اخر اشيه الويند اذا بدك تضع المايك او المايك او المايك او المايك الشاشة من وره بس هلا بطر فيها الهداعي او الاضاءة هاي المودات هلا حاليا مش موجود عندي فما بقدر اشغل هذا الخيار و اخر اشيه الويند وهي على الشاشة الرئيسية بره ايش بدك يكون موجود الخيارات اللوورلفت على اقصى اليسار تحت بدك انت اللينز اللي هو الوايد اللينير اللي اطريق الامر و او لا بدك تدخل المرسلو موشن يوجد انت من يوم الفيديو أصف الامر اقصى اليسار فوق و الامر اقصى الامر الذي يتم تزاب المرسلو موشن انت من وضع الشاشة الرئيسية اقصى اليسار الزوم انا تضع الامر اقصى اليسار و اخر وحسب الصوت الامر تستطيع يمكنهم الامر هلا انا بذن اشتراك هون احتاجه من يطر اثنين لأنني محدد الإطارات 60 فريم إذا أريد أكثر من 2x مثلاً أريد 4x أو 8x أريد أن أبطئ الفيديو أكثر أريد أن أبطئه مرتين أو أربع مرات أو ثمان مرات لازم تدخل على إعدادات الفيديو وتعطيه فريمات أكثر فمثلاً يجب أن أحول على 2.7k و أعطيه 240 فريم فقط أخرى سأعطيني خيار 8x أبطئه ثمان مرات أو أبطئه أربع مرات أو أبطئه مرتين فهذا تقريباً لقد قمت بإعدادات الموجودة فقط أتحدث عن شغلتين على السريع كاميرا عندك إذا لم تستخدم واي فاي سأذهب إلى بريفرانس وبتطفيل ويرلس كونيكشن لأنه سيشفط البطارية يجب أن تنتبه لهذا الأشي فتجعله أفضل إلا في حالة توصله على تلفونك أو تنزل الملفات وتشغل الآن هناك خيار واحد إذا تتذكره EV compensation فكرة كالاتي أريد أن أخذ اكسبوجر للكاميرا و أريد أن يكون أعلى أو أقل من الكاميرا فأظل كابس على الشاشة و أحدد أين أخذ الأكسبوجر مثلاً أريد أن أخذها على وجه أو الخلفية إذا لم أتقدمي أمار إلى الجهد أريد أن أقلل و أقلل أشارة زادة و ناقص و أقلل الكاميرا و أقلل الكاميرا و أعلم الكاميرا أن أتذكر الكاميرا و يزيدين أن أفضل أكسبت alguns درجتين أقلل أيضاً فأبقى تأخذ الركس فقط تنتبه ان تبدأ الكابس على الشاشة وتعطيه هذا الامر يعدل عليه فقط تتأكد ان الاكسبوجر صح تكبس عليه وخلص هيك اخذ الاكسبوجر زي ما انت بدك بدرجة عينك اللي انت شايف هيك منكون خلصنا هالفيديو الطويل شوي رح يكون بس اتوقع رح يفيد اي حدا باستخدم كاميرات الجو برو خلص يعطيك العافية حلوة هيك خلصنا فاتمنى تكون استفدتوا من هذا الفيديو زي ما حكيت ان شاء الله رح يكون في بعدين فيديو ريفيو اجربها نعمل انبوكسنج نجربها بالعالم الحقيقي نطلع فيها الاخري لكن للأسف يعني شريك داما اللي بطلع معه زيد بحراوي حاليا بالمستشفى الله يقومه بالسلامة فما كان في مجال ان اطلع اجربها معاه بس يكون بالسلامة ويكون جاهز رح نطلع نجربها ونعمل فيديو ثاني بس عن هاي الكاميرا ويش ممكن يطلع منها مخرجات اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو حبايبي حتى لو انتم مش مستخدمين كاميرا الجو برو اضع في بالك انه هاي الكاميرا لازم تكون عندك اي مصور احترافي بتصور ماورا الكوليس فيديو الجو برو ضرورية جدا هي او الانستا 360 1R الكاميرتين رهيبات واجربتهم بصراحة لا يعلق عليهم كاميرات الاكشن بشكل عام اذا عندكم اي اسئلة ومعدات تحبين تستفسر عنها لبعدين تقدروا تبعثونا على الفيسبوك و انستجرام اتليو دوت حماتي الشكر الدائم لحبايبنا يو كام لانهم دعمونا بهاي المعدات ولرعايتهم فيديو مراجعات المعدات ذكروا دائما ان كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة ياتيكوا العافية عبد